هذا الرجل العزائي اللي عنده خلق للمطالعاء يعني بعبارة اخرى يدور سندويشات المطالعاء هذه مركز مركز دراسات الوحدة العربية من المراكز المعتبرة انتم تعلمون في العالم العربي هو مركز دراسات الوحدة العربية هذه عنده اوراق عربية تحت عنوان سير واعلام عنده رسالة عن عبدالوهاب المسيري المتوفى 2008 من الميلاد رقم 16 عن عبدالوهاب المسيري هناك اعزائي في مقدمة الكتاب هكذا يقول نقول بعيدا عن التعاريف التي سيقت في معرض الضبط وتحديد هوية هذا الهرم الفكري يعبر عن عبدالوهاب انه من ماذا هرم فكري وحصره في تيار او توجه فكري بانه المفكر المصري والعربي الكبير احد المفكرين المعاصرين في هذه العقود الاخيرة بامكان الاعزاء الخلاصة مواضحة اعزاء ما تتجاوز 30 صفحة يستطيعونها اليوم يدخلون على هذه مؤسسة مركز دراسات الوحدة العربية سير وعلام رقم 16 مولانا ويطالعوها يعرفون شخصية هذا الرجل اللي عنده خلق مولانا يطالع بشكل تفصيلي هناك كتاب كتبه بنفسه تحت عنوان الرحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر الكتاب المولانا يقع تقريبا في 560 صفحة كتاب كبير جدا ومكتوب هماتي انا ما شوفوا الحروف جدا يعني لو يطبع طبعها الحروف الكبيرة لا اقل يصير مجلدين اعزائي مشروع الفكري في هذا الكتاب يبدأ من صفحة الاخوة اللي يرادون يراجعون اعزائي من بساء الفصل الرابع اعزائي من صفحة 137 مشروع الفكري وكتبه وما كتبه وما هي خلاصات ما كتبه يعني كل مشروع لانه كتاباته كثيرة جدا سوشيره الى بعضها اعرفتوا شون من 137 اعزائي الى صفحة اربعمائة اعزائي وستة وثمانين اعزائي اهه الى صفحة اربعمائة وستة وثمانين اعزائي تقريبا 350 صفحة خلاصة نظريات او افكار بقلمه هو لا بما يفهمه الاخر وحتى تقول انه اخطأ في فهمي لا هو دا يقرر ماذا ها هو دا يقرر وانا هذا حديثا امطالع يعني منتهي من مطالعة في ستة محرم الف واربعمائة وثمانية وثلاثين اعزائي يعني حدو السنة قبل مولانا طالعته بالدقة كلمة كلمة واهم مشروع لهذا الرجل اعزائي هو النقده فهمه للفكر الغربي والنقده ماذا للفكر الغربي وعند دراسات واسعة في هذا المجال اما اهم مشروع خلاصة كل افكار موجودة اعزائي في هذه الموسوعة اللي يبحثون وهي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية في ثمان مجلدات كبيرة تقريبا مجموعة افكاره اين موجودة موجودة في هذه الموسوعة واضح صار واللي يبحث مولانا عن النقود التي وجهت الى مشروعه الفكري بامكانهم ان يرجعوا الى كتاب عبد الوهاب المسيري في عيون اصدقائه واعدائه اربع وعشرين ناقد مولان قالوا بان افلان نظرية يقولها تامل ومتامة اين نقدها الى اخره من الكتب الواسع اعزائي علماء مكرمون او مكرمون هذه عبد الوهاب المسيري والكتابة من اعزائي يقع الاخوة اللي يردوني راجعون لا اقل يقع في ستمية وخمسين صفحة واضح صار اعزائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة